اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لصاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في قمة جدة للامن والتنمية مشيدا سعادته بالكلمة الملكية السامية وما حملته من قيم راقية ومبادئ دبلوماسية حكيمة اكدت حرص مملكة البحرين على توحيد الصف العربي بالشراكة مع الدول الحليفة والصديقة نحو تسوية سلمية شاملة وعادلة للصراعات الاقليمية والدولية وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وثمن سعادة وزير الخارجية خروج قمة جدة بنتائج مثمرة بفضل القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتوافق قادة ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة من جهتي اكد معل الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الكلمة السامية لجلالة ملك البلاد المعظم خلال القمة شكلت بدورها منهاجا واضحا لرؤية جلالته الثاقبة وما تتضمنه من مضامين ومرتكزات مهمة تستهدف تحقيق الامن والسلام لدول المنطقة مشيرا معاليه لهمية المحاور التي تضمنتها الكلمة السامية لجلالته وبالاخص فيما يتعلق بادخال التقنيات الحديثة في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الاسعار ما يمثل تعبيرا حقيقيا عن تطلعات ابناء المنطقة والعالم وضف معاليه ان دعوة واستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذه القمة الاستثنائية يشكل فرصة هامة لتوثيق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الدول الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية الصديقة بدوره اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس الشورى ان الكلمة السامية لجلالة ملك البلاد المعظم جاءت معبرة عن اولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين والتي تقوم على التعاون واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية اجتمعنا اليوم مع الوفد الحكومي برأسة صاحب السعادة الدكتور عبدالطيف مراشد زياني وزر الخارجية لاطلاع لجنة الخارجية في المجلسين على مجريات وما جرى في قمة جدة طبعا احنا كمثلنا الشاب بحرين نفخر في ما جاء فكلمة سيدة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في هذه القمة والتي كانت رؤية ثاغبة لمسجدات الواضح في المنطقة وفي الأغليم ودوليا وكذلك الحلول والرؤى المستقبلية لهذه الوضاع والمسجدات ايضا كذلك نتهز ونفتخر بالتعاون دائما الحكومة وطلعا على اخر مسجدات بتوجيهات طبعا صاحب السمو الأمير سلمان بن حامد الخليفة والعهد رئيس مجدراء هذه طبعا توجيهات دائما تصب في مصلحة البلد والشعب البحرين